كي بدأ الفيلم دينا في الوقت اللي كانت فيه بلجيكا محتلة دولة الكونغو والمالك ديال بلجيكا كانت عليه الكريديات بزاف فصيفت واحد القائد عنده سميتو روم باش يقلب على المنجم ديال الألماس تمه ووصل روم والعسكر اللي معاه للمنجم ولكن خرج فوجههم بزاف ديال الضبابة وتضرب الجهتهم واحد الرمح العسكر بدأوا يضربوا بسلاح في الجهات كاملين وقتلوا شي وحدين من القبيلة اللي ضرباتهم بالرمح وكملوا طريقهم قليلا وكتبان لهم القبيلة كاملة وعندهم سلاح وبدأوا مقاتلة مع العسكر وقتلوا العسكر كاملين وبقى غير القائد ديالهم روم هو اللي عايش فاجأ واحد من القبيلة باش يقتلهم ولكن روم قدر يسالي معه القبيلة دارت به دك السعابا القائد ديال القبيلة وسميتهم وبونغا وقال روم انا عارفك جاي على حساب الألماس وانا غدا نخليك تديه ولكن خاصتك تجيب لي واحد اسميته طارزان وعطاه ثلاثة الحباد الألماس روم خداهم وصفر لندن وهنا نرى طارزان وكتبان اسميته الحقيقية جون الملك بلجيكا سيفت له عراضة لكي يذهب المدارس والكناعيس في الكونغو حيث هو مشهور وكان عايش حياته كاملة في الغابة ولكن طارزان لم يريد هذه السافرة ومشب حاله فخرج مورة ويليامز وهو مبعد ديبلوماسي دميريكان ورغبه قبل يذهب الكونغو حيث هو عنده مهمة أمه وهي يرى الناس أمه ومعايشين الفقر والعبودية ذلك الساعة وافق جون ومورها رجع للقصر دياله هناك نعرفه أن الأم والأب جون كانوا في الغابة مورما البطو ديالهم تقلب أمه وولداته ومورها ماتت أباه بغي يحميه من الحيوانات ديال الغابة ولكن الغوريلا تقتلوه واحد الغوريلا مشات مع ولدها وشافت جون جون شاف فيها وشد ليها يديها فبقى فيها وداته معه تربيه مع ولدها كان رجعوا دابا جون في القصر دياله وكي سمع مراته جون كتعاود للدراري الصغار على الغابة وعلى الحيوانات التي فيها شافوا الدراري الصغار وجروا لعنده وصولوا هو كيف كان عايش في الغابة مع الحيوانات فوراهم الشكل ديال يده حيث كان يمشي على يديه ورجله مورها قال جين باللي سيصافر للكونغو وهي وجدات حواجه بشي معه ولكن هو ما بغاش حيث القضية ما أمناها جين طلع لي هذا الدم وهو خلاها ومشى وتفكر من ان كانت عنده 6 سنين وكان راكب على ظهر الغوريلا المربيه والزعيم الغوريلا تشافه وجراء عليه حيث لا يشبهش لهم وصلي عنده وبدأ يضرب في الأرض ولكن لحقاته ليس غوريلا وهزاد طرزا من الأرض وحماته وكان رأيه جون مازال محافظ على واحد البريا كتبها الوباه فشكان في الغابة ويقول فيها باللي ولده والوارد العائلة ويتمنى من اللي يلقاه يعطقوا يرجعوا للانجليز وفي النهار الثاني جون يمشي تصالح مع مراته جين وقال لها من اللي سيديها معه وهي فرحات وبدأوا تصافراتهم وكان معهم ويليامز حتى وصلوا الوحد البلاصة في الغابة جون رأى سبوعة وقرب لهم وكانوا هذو صحابه من الصغر وعنقواه الباطل الذي راكب عليه جون وصل إلى كونغو وروم كان كيسينه لكي يشده ويعطيه الموبونغا ولكن روم لم يجده حيث جون نزل في نصف الطريق ويكملها على رجله حيث تعرف باللي كاين الغدر تمامه جون وصلوا عند القبيلة التي كانت عايش فيها جين وفرحوا بهم كثيرا والزعيم القبيلة ووصلهم للكوخ الذي كان عايش فيه بين جين ادخلت جين وبدأت تفكر ندوزات مع ابوه وفي الليل جمعه واحتفلات بهم القبيلة وعود لهم جون علموا الغوريلا كيف ربته مع ولدها أكوت وعلمته كيف يتعامل مع الحيوانات ولم يخاف منهم ويفهمهم وجين عودت لهم كيف تلاقت مع طارزان الذي هو جون أول مرة من كانت تلعب مع الدراري وشي واحد جخد ليها المنديل ديالها وما عرفت كيف يكون وقلت له بان ذاك الساعة بان جون مست شجر وقرب منها وهي تعصبات فخاف وهرب وفي النهار الثاني وصل روم مع العسكر دياله لدك القبيلة وقل للزعيم ديالها يهبط على الأرض الزعيم ما بغاش وقل له ما شئ أنا اللي ندير هكا حس بهم طارزان وبدأ يسلم مع ذاك العسكر ولكن روم قتل الزعيم ديال القبيلة وشدوه طارزان بواحد شبكة وهزوه وهم كيدحكوا عليه تمابان ويليامز وبدأ يضرب عليهم بسلاح وقتل شحال من واحد فسمحوا في طارزان وهربوا لباطو ودعوا معهم جين وشحال من واحد من القبيلة ويليامز مشاف كطارزان ولكن ملحقوش لباطو وفي النهار الثاني القبيلة داروا قنازل الزعيم ديالهم وطارزان قال بالليسمع واحد كعية القائد ديالهم وكيقول له روم ويليامز قال له روم هو اللي مصيفته الملك ديال البلجيكا الكونغو وسوّل طارزان على الشدك ولكن طارزان لم يجاوبوش ورسم لهم خريطة لكي يوصلوا للبلاسة قبل ما يوصل لها روم ولكن في طريقهم سوف يزعوا للقبيلة الموبونغا اللي باغي طارزان روم كان معاجين وقال له باللي هو اللي عرض على طارزان لكي يشدوا ويعطيه الموبونغا في ذلك الوقت طارزان والناس ديال القبيلة يجريوا في الغابة حتى وصلوا إلى واحد الجرف ونقذوا واحد مرة آخر وويليامز درب حالهم ويجروا على الشجر وكل واحد شد فرع شجرة وسينوا التران طارزان هز ويليامز على ظهره ونزلوا على التران وتصدموا من أن يشافوا الناس ديال القبائل تدينهم عبيد وتأكد ويليامز من ذلك ما يأتي عليه ودخلوا هو وطارزان للتران طارزان بدأ يضرب العسكر واحد مرة آخر وشدوا تشيفور ديال التران اللي قال لهم الملك ديال بلجيكا سيفت هنا 20 ألف ديال المرتزيقة لكي يشدوا الناس ديال الكونغو ويخدمهم في البنية ديال القناطر ويأتي ورزق البلاد جين كانوا تدينها واحد العساكرية وشافت واحد صاحبها قديم من القبيلة اللي قال ليها تنقذ في الموت هرب العسكر ما كانوا فاهمينه حيث يضرب اللغة ديال القبيلة وطلقات معاروم اللي عرض عليها اللعشة وسوّلها لماذا لا بونغا يقتل رجلك؟ وقال له حيث طارزان قتل الولد الواحد وزادز قالت يمكنك تخيل طارزان ماذا يدير الذي يخطف مراته؟ روم خاف من هدرتها وقال له كان رجعه للطارزان ونزل وقال له ويليامز عارف ماذا يوقع هنا في الكونغو يلا سير ودير خدمتك وانا سنذهب عند روم لتعطق مراتي ونذهب في طريقه على القرودة اللي كنت عايش معهم وهم قرودة متوحشين ولكن ويليامز لم يقوم بوحده ومشى معه تلاقون نعم في طريقهم وطارزان قال الوليامز عندك تقرب منهم حيث ذلك الساعة سيطيحك ويساليه معك مراهة وصلوا للغبة الغريلات طارزان قال الوليامز أنا دابا سيقاتل مع أخي أكوتا حيث هو ما اعتبرني هربت من عندهم وبدأوا المقاتلة بيناتهم وأكوتا ضربوا بجهده كامل طارزان وقف وضربوا لظهره فتع الصبع عليه أكوتا وطارزان لم يقدر يوقف من الأرض وقال له طارزان نزل بالزربة وذلك ما يدر؟ ذلك الساعة أكوتا خلاه ومشى مراهة ويليامز اخده طارزان ودواله الجرحات التي فيه وعود له على حياته والحروب التي خدمت فيها قليلا وبنت مجموعة الفيال ومعهم القائدهم الذي كان صاحب طارزان ليس حال هذه طارزان فرح منه نشافه وسلم عليه في النهار الثاني البطوة الروم كان غادي في الواد الذي عامر بفرس النار ومشى المساعدة الروم لكي يدي جين تفطر هي بدأت تطلعها عليه وهو تعصب ونزل صاحبها في الماء هي ذلك الساعة نقذات في المامورة العسكر بدأوا يدربوا عليهم بسلاح وفرس النهر جراء عليهم ولكن قدروا يخرجوا من الماء جين قالت لصاحبها يمشي يشوف اللي يعاونهم حيث روم سيقلب غير لها هي وجرات في الغابة بحدها ولقات الغريلات قدامها وهي نزلت على الأرض لكي لا يقاديوهاش وصل عندها روم والعسكر ضياله ومشى ينزل بحالها وهي مدات يديها وقالت لكي لا تقاديش الغريلات وأنا سأذهب معك ولكن واحد من العسكر ضرب سلاح في جهتهم طارزان سمع صوت الجين وهي كترغبهم لا يضربوا بسلاح الغريلات وبالزربة مشاشد الفروعة لالشجر ووصل عند أخوه آكوتا وعطقوا لكي لا يتقاش بالسلاح وشافوا شحال من الغريلة ماتت وتعاونوا بجوج وسهلوا مع ذلك العسكرية كاملين وطارزان خلوا واحد فيهم يهرب في ذلك الوقت وصروا معه جين القبيلة موبونغا وسمعوا واحد الصوت مجهد وجين عارفات بالله طارزان راه جاي طارزان تفكر ولد موبونغا من قتل أمه الغريلة الذي ربته ومشاه موراه وقتله ومن ذلك الساعة موبونغا يريد انتقم من طارزان وصلت طارزان وتقاتل مع واحد من ذلك القبيلة وذلك الساعة بدأ القتال مع موبونغا وضربوا بعضياتهم والقبيلة كاملة ضائرة بهم ويليامز شاف طارزان طيح في الأرض ولم يكن عارف ما يدير لكي يعاونه ولكن طارزان وقف وقال للزعيم راه الألماس الذي أعطيته الروم سيخلص به جيج المرتزقة وسيأتي ويساليه مع قبيلتك ويديه المنجم كامل الزعيم لم تطيقوش فضربوا ذلك الساعة وضعوا الموس على عنقه وقال له والد قتل الغريلة التي ربتني الزعيم قال له راه كان مازال صغير ولم يعرف تم دخل ويليامز فظهرت به القبيلة وذلك اللحظة جاء كوتا ومعها الغريلات لكي يعاونه طارزان ويليامز أكد على الهدرة طارزان وقال للزعيم ما يريد الروم فيهم ثم الزعيم دخلهم يمشيوا في نفس الوقتها روم وجين سمعوا الصد طارزان وفرحات جين حتى ينقدم ويليامز وطارزان رأيت 1000 عسكري في واحد البلاسة لكي يتلاقى وروم ومازال 20 ألف ديال المرتزقة جيين فمشى طارزان لكي يجيب جيج صحابه السبوع والتيران وهجموا ذلك الساعة لفين كيين العسكر وكان وصل عندهم روم والتران الذي فيه العابد تيران لم يجعلوا التحجق قدامهم وطارزان شاهد جين مع العسكر فاركب على تور وخرج للفوق وشد حبل ومشى لعندها واعتقام وخلاها مع ويليامز وارجع هو يقلب على روم وصلات الفلوكة الهاري الذي يدي الألماس ويعطي المرتزقة لروم وشاهد ويليامز كثير بسلح للباطو ديالروم الذي يعيط لهاري لأخذ الألماس وكان شاد طارزان وغديسة لي معه طارزان دار واحد الصوت وسمعوه التماسيح وجاءوا بالزربة للماء وطارزان اقتري في كراسه ويلوح روم في الماء والباطوط فرقعاز وجين واقفة وخايفة على طارزان وكانت القبائل كاملين مجموعين وفرحانين حيث رجعت لهم الحرية ديالهم طارزان رجع ويليامز فرح والقبائل كاملين شكروه ويليامز صافر الأمريكان وفرح شنو كيدير ماليك بالجيكا في الشعب ديال الكونغو بالوراق والأدي اللي قدام العالم كامل وداز الزعام وجين ولدات دري وقرر طارزان يربي ولده في الغابة في وسط عائلته اللي كتبغيه بالصح وهنا تسالة الفيلم ديالنا نتمنى الملخص يكون عجبكم وتفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاي انتلاقوا في الفيديو الجاي